لقيت أبويا كتير الشمس هيك عبتجع على راسو متجبت كرتوني وحطيته على راسو مش شمس لقيت أنا بحب البابو كتير حنون عليك موسيقى حطت الكرتوني على راسو عملت فيه وتركت حاله فأنا يعني بالفعل شيء ما بنساهه وأنا بنتي يعني فعلاً يعني بمعادير روحي عندي إيها هلا هل حنيه لي فيها بس إحنا نكفر رمع على المخيمات لهون والظروف ضيئة كتير ورحنا عم عارض مصري لشان دانا دانا تتأثرني من قصف الطيران والصواريخ من الضغط دانا تتأثرني أنا كنت مشتهدي بس رحت علي ونحن علجناها الحقيقة بس ظروف حكمتنا ما نقدر نتابع معالجي إلى لصيقه معالجي مستمره فات الأوان وقال بده سماعات والله يعني شايل هم هالموضوع بس ما بنعرف شو ما نصرف موسيقى 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 أنا توفعت وي صغيرة وأنا ربيتها مثل أمه وهي كمان مليحة معي يعني جاوبت معي بها الحياة ومليحة بالبيت وبتسمع الكلمة أنا عندي سبع بنيات وهي اللونات الثمانية ثلاثة مني ترملوا يعني تشتاشدوا جوازهم وترملوا ساكنين يعني شي خمسة وشنين شخص بخلال غرفتين صغور ونحن ثلاثة عائلات بنبصل غرفي وعائلة كبيرة يعني طويلة عريضة يعني إذا بدنا نمد الفرش ما بيساعدني موسيقى بتمنى أنو يصل لي سامناعات لديناتا وارجع للمدارس والدراس وصرب الجامعات وهيك يعني وبتنقير عليها كتير لوضاعنا يعني عن جد بنقير عليها بتمنى لأحسن من هيك لأنا حبابي ومشتادي وبتمنى تحسنني دينيتا لا نبتستير كل جير